دكتور عبد منعيم يعني رد حضرتك ايه على الجزئية دي اللي قالها دكتور عطية الفايومي يعني فكرة ان السعر استرشادي من الى يعني برضو الناس بتتخوف ان بعض وتاني اكرر بعض التجار يعني يعني للأسف يعني بعض التجار ممكن يقولوا ايه والله احنا السعر الاسترشادي ده هنحركوا شوية بدلها ربعين والله هي خمسة واربعين هو بصى عدرك الدكتور محمد كلامه سليم مية في المية ورقب معنا استاذنا ويمكن احنا ضد التسعير الجابرية واحنا في تقاتي في تقاتي جات ما فيش تسعير الجابرية ولكن احنا قلنا سعر استرشادي وكان حصل قبل كده في بعض السلع زي الخضر والفاكة ولكن عاوز اوضح حاجة احنا قلنا لا يزيد عن كذا واحد بقى يعلي السعر واضرف السعر الفوق وزا ما قلت حضرتك فيه تجار شرفاء كتير جدا مصر مع تسعين في المية من تجارة شرفاء ويقفوا معنا وقت الازمات وبعملوا مبادرات وبنعمل معارض وبنعمل شوادر ولكن بعض التجار القلة اللي هنعرفهم هنقول لك احنا هنقدر نعاقف ازاي وهنقدر نشغل عليهم ازاي فيه قانون حماية المستهلك فيه قانون من نفسهم عن المبارسات الاعتقرية فيه قوانين للتموين ولكن عاوز اوضح حاجة اللي هيش واضج حاجة اللي هو احنا عندنا اقرار تلتمية وتلاتين سنة الفين وسبعتاشر اللي كان قبليه اللي هو سمتين وسبعتاشر اللي كان بيالزم بوضع سعر على بقى ولكن تعذر ولكن طلع تلتمية وتلاتين من فيه حتة في تلتمية وتلاتين اللي لازم كل يفهمها ان اول ما السرع بتطلع من المصدر او من المصنع او من المستورد او من السوق الجملة هيكون هناك فاتورة فهى سعر البيع للمستهلك تمام الفاتورة فهى سعر البيع للمستهلك مهبة زادت حلقات التداول فهناك سعر البيع المستهلك هنا دور مفاتش الرقابة او مفاتش تومين او مفاتش المعمور ضبط قضايا اوجات الرقابية هتشوف الفاتورة اللي هو الشاري بها قلت الكلام ده السلعة دي هنقدرب مسال يا ستاة عمراء على على كسمة كورونا كسمة كورونا طالع من المصنع سعر المصنع خمسة جنيه سعر سعر البيع المستهلك ستة جنيه ايه عندك الرنج من خمسة لستة هوا ما احد يبيعه بخمسة ونص عاوز يكسر بنص جنيه وماشي واحد عاوز يبيعه بستة يبقى انا هبص في الفاتورة كس المكرونة ده بستة جنيه اشوفه وحطه على الرف بكام يبقى بستة جنيه تمام وراح اشوفه على الكشير اتضرب بكام بستة جنيه وبقى كده تمام لو اتضرب على الكشير بستة ونص انت واخد عشرين سلع بقى وما تعرفش عشرين سلع كلها ديه لأ احنا هنا بنرجع الفاتورة تبكنا فقادي قادي هتبقى بيع بقى الزت من السعر ولكن هنا كل واحد هيلتزم بالسعر البيع اللي موجود في الفاتورة اللي في خانة السين بهميم الا بعد السلع اللي يبقى سعر بيع للمستهلك سعر بيع للمستهلك وده موجود في الفواتير تاجر التجزئة او محل بقى لشار بيع من المصنع ملزم بقرار اه الله ينطلق ملزم بقرار عاوز اقول لك ان المصنع حطت السعر مهما زادت حلوات التداول هو ده سعر بالمستهلك الفكرة ان احنا بنعرفش معنا انا كمستهلك افن بقى انا معرفش علبة الجبنة اللي بجيبها دي مسلا هو النهاردة بقى عهالي بستين جنيه انا معرفش ليه سعر المصنع بكام وخباح رايح هنا بقى احنا بقى احنا بقى الاجهزة القبيعة هتشغل على الجزء ده سعر بالمستهلك وسعر المواطن بقى اذا حس ان فيه اي سعر فيه تمغالاة او حس ان السعر واحد حاجة بسلعة او حس واحد ان بقى في المغزن وبيه وبيه في العبيه مش يغلل غير قانوني او غير ممارسات غير قانونية هيتصل علينا بالمقاط الساخن تسعتاشر خمسة تمانية وتمانين او ستتاشر خمسمائة تمانية وعشر احنا ضرنا هنا كاجهزة القبيعة ولكن انا اكرر واكرر واكرر انه احنا عاوزين كل مواطن يبقى ايجابي ورقيب معانا احنا عندنا لو ده الدكتور محمد استاذ ومشتاك معانا في قانون محلات تجارية احنا عندنا ستة مليون محل وعندنا ستة مليون محل غير مرخصين جاريين في الجراءات الترخيص فعاوز اقول عاوزين اتناشر مليون مفاتش لا احنا عندنا العدد مش كاف ولكن اقول ايه كل مواطن ركيب معانا بالابلاغ وبياناته سرية ولا يجوز الافصاع عن بياناته مهما خفش بياناتك سرية اه وبنوّم وستاشر خمسمية تمانية وعشرين تمام وستاشر خمسمية تمانية وعشرين ده ده مجلس الوزراء على الصفحة على طول ومعانا مشتارك على طول تمام وبيتم الاجابة والاستجابة والرد على الشكوى فورا على التليفون طيب اسمح لي اخد تعقيب اخير من دكتور عطية الفايومي دكتور عطية فكرة ان والله لا اصل السلعة مش موجودة اصل اه ما جاتش العربية ففكرة الاجراءات الحركش هيفة او التنبيه على بعض التجار ان لو سمحت ان السلعة تكون موجودة لو سمحت ما تخزنش السلعة خاصة ان القانون هنا واضح ان هو صارم في الجزئية دي التوعية يا فندم هتمشي ازاي او بتمشي ازاي مع بعض التجار لكن مقدرش اقول ان هي تم الاتزام من جزء 100 في 100 انا عندي الخرار 336 سبعتاشر بحد السعر البعض المستهل اذا تجاوزوا هيقع تحت طائلة الصادر وانا بناشد من خلال البرنامج بتاع حضرتك ان لازم التجار وخاصة ان انا في مشكلة قصادية لنتعرض لها نتكاتف جميعا من اجل صالح المواطن وعلي صالح حاجة الوطن اه عايزة اوصل لك حاجة مهمة اوي ان لو نرجع بكتريح شوية اه لما حصلت احداث 25 يناير سنة 2011 السجاج محدش فيه مزود السلعة ولا اه وزء يسير مزود الثمن كان فيه موقف وطني يحصل بالسجاج في حالة الازمات يتم استنفاج كل المشاعر الوطنية عند كل المواطنية ما ده اللي احنا عايزينه اليام دفن احنا عايزين الموقف انا بأكده دلوقتي انا بأكده بقول انه سجار مصر بكيب وقلة قليلة لن نسمح لها ان تسيق للسجار شايف الاجراءات يا فندم اللي بتنتظر هذه القلة القليلة لو سولت لهم انفسهم يبيعوا بازياد من السعر المعلن او انه هما يخفوا السلعة شايف الاجراءات دي ازاي بص حضرتك احنا حتى كغرف سجارية احنا نمثل الساجر الشريف لكن الساجر المنحرس لا نمثله المنحرس ده انا عارف ولكن هو بيسيء للشريف فلازم يكون فيه ضرب على ايده ما هو لازم هو المرحلة الاولى في التطبيق اللي هتبدأ من الاربع هي اللي هتعكس مدى صرامة التطبيق وخدرة الاجهزة على التعامل مع المخص وده هيدي صورة ده هيدي صورة هتنحكس على السوق عموما لكن طبعا انا عايز اقول نقطة قبل مقتل ان من اسف الشديد السوق في مصر عشوائي احنا عايزين نحور السوق ده الى سوق منظم نتمنى سوق صحي لازم كل المحلات سرخص احنا عمليم صنوع مرسل لسرخيص المحل بانواحها المختلفة السرخيص ده عشان ايه عشان يخش في المنظومة الجسمية وبالتالي يبقى داخل معانا في ان هو عنده منظومة بيشتغل بيشتغل فيها بيشتغل في الضوء في ضوء اجتمس بيشتغلش في الضلمة لان المشتغل في الضلمة ده بيعمل كل المخالفات اللي هتتخيلها تمام تمام مزبوط بعيد عن العين يعني اشكر حركة طبعا اشكر حركة شكرا جزيلا دكتور محمد عطال فيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية شكرا لحركة وشكرا طبعا موصول الموانسة عبد منعام خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة تمونت شكرا جزيلا مع تفاكم ازمة ارتفاع الاسعار والارتفاع العشوائي في اسعار السلعة بدأت الحكومة واجهزتها في اعلان حالة الطوارئ والتعامل بحسم مع الازمة خاصة مع استمرار ارتفاع الاسعار بالاضافة الى تعدد اسعار السلعة الواحدة من منطقة الى اخرى وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي التعامل مع ازمة ارتفاع الاسعار بشكل قوي وحاسم نجد يعني البعض او فئة من التجار بيستغلوا الازمة والوضع ويبدأوا يبلغوا في تسعير بعض السلعة والمنتجات بدون اي سند وبدون اي منطق في هذا الشأن فعشان كده احنا كن حرصنا الشديد ان احنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوفر السلعة في السوق ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسئولية اجهزتها ان احنا نضمن ان السلعة بتتوفر بسعر عادل الازمة التي حدثت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع الاسعار في البرصات العالمية وبدأت الحكومة الاعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع باسعار مخفضة اعتبارا من اول يناير المقبل وحتى عيد الفترة بالتنصيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة كما قامت وزارة التموين بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الافراج عنها في المواني المصرية لابد ان يكون هناك سعر معلن ومحطوط على السلعة وبالتالي اللي احنا توفقنا عليه ان احنا بنعطي مهلة اسبوعين فقط لغير لكل المنافذ التجارية الموجودة على ارض الجمهورية لوضع الاسعار للسلعة بتاعتها اللي بتباحها على السلعة المواطن يدخل يلاقي في سعر موجود على السلعة ايا كان وبدأت لجان تحديد الاسعار الاسترشادية للسلع الاستراتيجية عملها والتي تم تشكيلها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنصيق مع اتحادية الصناعة المصرية والغرفة التجارية وحماية المستهلكة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الاسواق موسيقى موسيقى موسيقى